اشتركوا في القناة ونسأل فيها عن الحالة الأمنية في مصر يكون معنا النهاردة العميد خالد عكاشو ونسأله عن كل هذه الأسئلة صباح الخير يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير لحضرتك فندم عزيم في الأول نسأل حضرتك عن تعليقك عن استشهاد ست جنود مبارح في كمين الجيش في طريق مسترد خالدك رأيك إيه في اللي حصل الحقيقة يعني بنقدم واجب التعازي لهؤلاء ونحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى قضوا نحبوهم وهم بيقدوا واجبهم في خدمة وطنهم وفي حراسة وطنهم حادث غادر الحقيقة الإرهاب لا يفرق بين جندي من القوات المسلحة أو ضابط شرطة أو فرض شرطة أو مواطنين عاديين يتعامل مع الوطن المصري باستباحة للدماء بشكل غير مسبوك دي طبيعة الإرهاب للأسف اللي احنا بنواجهه شايف مبارح يعني خلية إرهابية عالية المستوى يبدو عليها طبعا من تفاصيل الحادث أنها تلقى التدريبات عالية في خارج مصر في معسكرات متخصصة لإعداد وتأهيل هؤلاء الإرهابيين إطلاق النيران الكسيف دخول على نقطة عسكرية بهدوء أعصاب وبسبات يوحي بأنهم تعاملوا مع الأسلحة وليست عملية عشوائية ليس إطلاق نار عشوائي ويصيب من يصيب لا هو شخص متدرب بكفاءة وقادر أنه يدير معركة بالنيران ويقتل ستة أشخاص ثم بعد أن ينتهي من عمليته يزرع عبوات ناسفة في المكان علشان يحاول أنه يحدث أكبر قدر من الخسائر البشرية هو متفهم أنه في قوات أمنة هتقبل على هذا المكان بعد الحادث أو بعض من المواطنين فاللي يجي يتفجر فاللي يجي يحدث التفجير فيحدث خسائر المزيد من الأرواح وده شغل بتاع مجموعات محترفة ومجموعات اتدربت بشكل جيد كلام ده بيتم خارج مصر ما بيتمش في مصر معسكرات تدريب تأهل الإرهابين على هذا المستوى ده برضو بيوضح أنه فيه تخطيطات خارجية ليست بعيدة عن هذا الموضوع الشغل الحقيقة اللي شفناه امبارح يعني يوحي بالخطورة أن هناك من يستهدف العملية السياسية بشكل واضح كلما اقتربنا من تاريخ استحقاقات الرئاسة وانتخابات الرئاسة هنلاقي العمليات دي بتزداد شراسة بيحاولوا يوقفوا هذا المصاري السياسي بأي شكل من الأشكال هذه الجامعات الإرهابية بتحاول تصدر للشارع رسالة سلبية بأن الأوضاع لم تستقر قوات الجيش محققة نجاحات كبيرة جدا في منطقة سيناء قوات الأمن على مدار الشهر اللي فات أبضى على كم كبير من الخلايا الإرهابية وكم كبير من العناصر المتورطة في أعمال إرهاب أو بتستعد لارتكاب أعمال إرهابية فهو بيعمل عملية زيدي عايز يحبط الشعب المصر بيحاول يسحب من هذا الرصيد الإيجابي بأنه يستمر إلى أقصى مدى ممكن يعمله في تكرار عمليات إرهابية من هذا النوع طيب دلوقتي هل فيه تقصير من قبل الجهات الأمنية سواء في الشرطة أو في الجيش فيه تأمين جنودها وفيه تأمين كمان الكمان اللي بيعملوها على الطرق وهل لو كانوا الجنود مصلحين كانوا هيقدروا يدفع عن نفسهم كانوا يعملوا إيه طبعا يقدروا يدفع عن نفسهم وبدأ يطلق النيران وبدأ يتعامل مع القوى اللي موجودة يعني خلينا نكون صرحة لازلنا بعيدين عن مسألة التقنيات الحديثة في عمليات التأمين يعني إحنا أولا لازلنا حتى الآن مش مديين الخطورة حجمها إحنا فعلا معرضين في أي لحظة الإرهاب ما بيفرقش وما بيختارش أهداف معلومة يعني بيختار هدف بيرقبه مبدئيا ويكتشف نقاط ضعفه ويكتشف أنه هو فيه شيء من الروتينية روتينية المكان وروتينية الأداء وأن الأداء يعني الإرهابي قادر يقرأ إنهم مخططين عارفين أن الجنود هيروحوا يصلوا هيرجعوا هيرجعوا وفيه اتنين بيخرصوا فيه الباقي نايمين فعارفين كل حالة كلام ده بيرصده على مدار ثلاث أو أربع مرات أول ما يتأكد من التوقيتات معينة بيبقى فيه حالة من الاسترخاء حالة من الهدوء حالة من عدم اليقظة الكاملة ينقي هذا التوقيت ويبدأ في عمل الجريمة بتاعتها علشان كده بعض الخبراء الأمن بيقولوا أن من الأفضل تغيير أماكن الأمكانة على الطرق وأنها ممكن تبقى متحركة ما تبقاش سبت ده علشان محدش يبقى مخطط هو يامل علشان يبقى فيه صعوبة في قراءة الأداء الأمني بتاعي يبقى اللواء في رائبني مش عارف النهاردة أنا هقف هنا ولا هقف هنا ولا هقف الساعة كام وممكن يبقى في توقيت غير التوقيت وهكذا لا ينفع في كل الأماكن يعني فيه وزارات لازم حراسة على الوزارات لا طبعا ما ينفع يعني فيه أماكن معينة مفروض ما تتغيرش أماكن الحراسات ببعايةها مضبوطة ما بتبقى حراسات سابتة علشان بتأمن المكان لكن المفترض أننا يعني تحدثنا حتى بالأمس وتحدث سيد رئيس الوزراء حول تدعيم تكنولوجيا يعني يبقى فيه كاميرات مرأبة ووحدة رصد داخلية والنقاط دي تبقى مربوطة بعضها يبقى حتى المخاطر متصورة المخاطر عندها عندي القدر على قراءتها مبكرا أنه ممكن يكون داخل على هذا المكان شيء يشكل خطورة أو شيء أو كيان عربية أو دراجة نارية أو كلام ده كله يبقى مراقب عن طريق كاميرات تلفزيونية يبقى عارف أنه متصور وعارف أنه مراقب بالزبط كده ويبدي تحذيرات وإشارات مبكرة أنه قد يكون السيارة القادمة إليك بتحمل خطورة تماية إحنا شكين في ده من خلال غرف تحكم واتصالات حديثة الكلام ده طبعا يعني يقلل من نسبة المخاطر بنسبة كبيرة جدا وينزلها إلى أدنى مستوياتها وده اللي إحنا محتاجينه إن كان في الشرطة أو في القوات المسلحة لأن القوات المسلحة ليها شغل في الشارع برضو فالكلام ده على هذين الجهازين محتاجين أن إحنا نطور بالفعل الأجهزة التقنية بتاعتنا الخاصة بمساعدات تكنولوجية علشان التأمين يرتفع مستوى وحق الأمن للناس اللي وقفة تشتغل في هذا الأمن إحنا كمان شفنا من اجتماع التورق اللي حصل لمجلس الوزراء مبارح أعملا بحكم المادة 204 من الدستور يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالكوات المسلحة وضباطيها وأفرادها ده استجابة مش عايزة أقول متأخرة بس استجابة لإلحاح ورأي عام ضاغط جدا وتحدث كثيرا حول أن العدالة العادية والطبيعية فيها من الصغرات القانونية ما يجعل كل من يحكمه يعني قادرين عن طريق المحامين أنهم يستغلوا درجات التقادي والأسلوب اللي موجود في القانون بأنه هو يطيل أمد المحكمة إلى أطول فترة ممكن وده الحقيقة ما بيحققش أهم ما في القانون وهو الرضع أول حاجة فيه فلسفة القانون هو تحقيق الرضع للآخرين يعني لو حد بيتحاكم وصدر عليه حكم نافذ وسريع وناجز يدي رضع للآخر أنه ما يرتكبش الجريمة لأنه شايف نموذج ومثل أمامه ولو الحد تقتل يبقى فيه قصاص يبقى فيه قصاص وقصاص سريع ومعلوم ومعلن ويطلع في وسائل الإعلام الناس تبقى عرفها الناس طول الوقت مبارح ونراصد المواطنين العاديين بيتحدثوا حول أن فين العدالة السريعة من هؤلاء فين الناس اللي تورطوا في هجمات على قوات الجيش وعلى قوات الشرطة لم نتحدث عن محاكمتهم أمام محاكم عسكرية لأن القانون بينص على ذلك الاعتداء على منشآت عسكرية حادث الأمس هي منشآة عسكرية بامتياز لا لبسة فيها على الإطلاق منشآة تحمل لفتات قوات مسلحة والموجودين فيها عاملين بالقوات المسلحة إذن هي تخضع للقانون العسكري ولا جدالة في ذلك حسنا فعل رئاسة الوزراء بالأمس أنها أخرجت هذا النص أولا هو نص دستوري وموافق عليه ومستفت عليه والجميع متفق على هذا الإسلوب أن كل من يعتدي على القوات المسلحة أو على الشرطة أو الشغل المشترك ما بين الاتنين أنه يخضع للمحاكمات العسكرية لأم تبعا هيستمر مسلسل الإغتيالات لدباط الشرطة والجيش وهنفضل في اللي إحنا بنشوفه ده كله يعني كل يوم بيسقط العديد من الشهداء يعني لحد إمتى يفضل مستهدفين والله يعني الإرهاب دايما خلينا نبقى يعني عارفين أنه هو حرب الإرهاب هي حرب النفس الطويل وحرب لا تنتهي في شهر أو في شهرين لأن عبارة عن مجموعة من الأشباح بتتحرك ليس جيش نظامي أمام جيش نظامي فيمكن حسم المعركة على الفور لا بيبقى الموضوع فيه من التداخل ومن الهروب ومفردات التخفي والاختباء والكلام ده اللي يخلي الموضوع ياخد مدى زمني طويل شوي استهداف الجيش والشرطة ده برضو من أدبيات أي جماعة بتنتهج الإرهاب على مستوى العالم يمكن حتى في الشهور الماضية ومبارح ذكرنا هذا الكلام أن في منطقة تونس والجزائر على سبيل المثال خلال شهور قليلة ماضية أكتر من أربع أو خمس عمليات إرهابية كانت المفرقة أن كلهم ضد قوات الجيش العاملة في هذه الدول هو بيحاول يكسر جهاز الأمن أو زي ما حضرتك زكارتي يعني يهبط من روحه المعنوية ينال من روحه المعنوية هو عارف أن ده أول واحد واقف في صف المواجهة يعني في أول الصف بالفعل فإصابة ضابط جيش أو فرد جيش أو شرطة دائما ما بتبقى أصارها أكبر بكتير من المواطن العادي إحنا يمكن إحنا عشان في الجانب الآخر كل الدم بالنسبة لنا أصغر واحد زي أكبر واحد لكن هو الإرهابي بالنسبة له لو قدر ينال من أي من التابعين للقوات المسلحة أو للشرطة ده بنتصار بالنسبة له ده بيبقى بالنسبة له حاجة كبيرة وده بالنسبة له أنه هو بيشوف الإعلام بيغطي دوت وبتذكر في بياناتهم أنه هو بيطلع في البيانات بتاعته أنه هو عمل كذا وارتكب هذه الجريمة فدائما الشرطة والجيش ده قدرهم أنه هم فعلا في الصف الأول من المواجهة بيحموا وطنهم هو ده اللي بيقصموا عليه وهم نزلين عملهم فإحنا مستمرين لكن بنطمن الدنيا كلها أنه ما فيش إرهاب بيهزم دولة أبدا في التاريخ أكيد وده بيزيد كمان قوات الشرطة والجيش حماس وأنه هم يدفعوا أكتر عن البلد مش بيحبط منهم بالعكس لا ما بيحبطش طبعا أكيد طب دلوقتي في مشروع قانون مطالبة لرجال القانون بإصدار تشريع لسيطرة على طلب دفاع الإخوان برد هيئة المحكمة علشان يطيلوا من فترة المحاكمات أنا الحقيقة برى أن هذا الاقتراح جيد جدا وحتى تقدم به شخصية قضائية رفعة المستوى هو المستشار نبيل صليب تحديدا وهو أعلى قامة قضائية موجودة النهاردة في المحاكم وطلب بإدخال تعديلات تشريعية حول هذا الأمر على سبيل المثال لأن هناك من الإجراءات القانونية اللي كانت إجراءات قديمة في الأحوال الطبيعية كانت بتكفل للمتهم أكبر قدر ممكن ودرجات عديدة من الطعم أو التشكيك في المحاكمات أو كلام ده أصبح بيستغل أسوأ استغلال فالمقترح اللي أقدمه حتى خارج من قاضي يعني هذا المقترح من قاضي أولا أضع عمر جبير في القضاء ويعرف تفاصيل القضايا ويعلم الصغرات والاستخدامات غير الشريفة للنصوص القانونية ولذلك تقدم بهذه التعديلات التشريعية وأتمنى أنها بالفعل تقبل وأنها تفعل ويحصل هذه التعديلات لأن إطالة مدة المحاكمات الحقيقة بتفرغها من مضمونها وده زي ما ذكرت لحضرتك السؤال اللي كان على ألسنة المصريين مبارح كلهم اللي هم بيقولوا إحنا متأكدين من مين الإرهابيين ومين اللي بيديروا العمليات الإرهابية وبيمولوها وبيدعموها ولم نرى حكم واحد صدر على هؤلاء طوال الشهور الماضي لازم فعلا يبقى فيه أحكام سريعة علشان تردع أي حد بيؤذي الوطن وبيخلينا في الحالة اللي احنا فيها حالة الزعر المواطنين فيها دلوقتي دايما هموما إن شاء الله مصر دايما تفضل بخير وإن شاء الله بحالة الأمنية هتزداد قوة وإن شاء الله فيه تأمين هيبقى أكتر على كل المؤسسات العسكرية ومؤسسات الشرطة بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة العميد خالد عوكاش نورتنا في نهارك صعيد شكرا لحضرتك كفا مشاهدينا خلصت فقرتنا بس بس نكملين معاكم نهارك صعيد شكرا لحضرتك 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 شكرا